أقرت الحكومة تشكيل لجنة كفاءات أكاديمية للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة للسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح الدراسية وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه على أن تقوم اللجنة بإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص كما أكد الاجتماع على تنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة الحكومية من توصيات واستعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات